أسعد الله أوقاتكم وجه حزب الله ضربات قاسية نحو إسرائيل جاء ذلك عقب قيام السلاح الطيران الإسرائيلي عبر مسيرة باغتيال أحد القادة الباريزين في قوات النخبة التابعة لحزب الله فرقة العزيز وكان هذا القائد واسمه أبو نعم قد قضى مع أحد مرافقيه في منطقة الشرقية للجنوب يعني في القاطع الشرقي للجنوب قوات عزيز هي القوات النخبة هي جزء من قوات النخبة التي تتعامل مع العمليات العسكرية ومع الدفاعات للجهة الشرقية من الجنوب كان هناك قبل بضعة أيام حوالي 10 إلى 12 يوما اغتيال آخر لأبو طالب أحد القادة الباردين وهو من القادة الأبرز قد يكون هو أبرز القادة الميدانيين والعسكريين لحزب الله الذي يتم اغتياله على يد إسرائيل وهو كان مسؤولا عن فرقة النصر فرقة النصر هي المولجة بالعمليات العسكرية في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي للجنوب وطبعا كان هناك قبل ذلك بفترة يعني بحوالي خمسة أشهر كان هناك استهداف لويسام الطويل وهو أحد القادة البارزين في فرقة الردوان ولكنه ليس قائد فرقة الردوان إنما كان من البارزين ومن القدامة من الضباط القدامة في سلاح العسكري أو في الجهاز العسكري لحزب الله ويجب الإشارة بأنه في كل مرة يتم اهتيال قادة من هذا الحجم يتم الكشف فيما بعد عن تاريخهم العسكري هؤلاء الثلاثة تاريخهم طويل وتاريخهم يعود على الأقل إلى الثمانينات من القرن الماضي أو بدايات التسعينات من القرن الماضي وهؤلاء كلهم كانوا عملوا تحت راية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العديد من الجبهات في العراق في سوريا طبعا طوال فترة الحرب الأهلية في سوريا ما بين 2011 و2018 و2019 حتى عملوا على الأراضي السورية ولذلك كانوا لا يزالوا يتنقلون ما بين لبنان والسوريا وصولا إلى العراق وصولا إلى الساحات الأخرى لم يتم الكشف عنها طبعا كما حصل في عملية اغتيال أبو طالب وحيث قام حزب الله بتوجيه ضربات قاسية حوالي أكثر من 150 صاروخا ومسيرة جرى توجيه نحو الشمال الإسرائيلي وصولا إلى ضواحي مدينة حيفا وعكا وهذا كان في الضربة الأخيرة السابقة ردا على اغتيال أبو طالب لكن في هذه المرة مع الاغتيال الثاني وهو الاغتيال الأثقل منذ أبو طالب اغتيال أبو نعمة وجرى توجيه ضربة قاسية جدا وقال الإعلام الإسرائيلي المتخصص إضافة إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هذه الضربة كانت الضربة الأقصى منذ بداية الحرب منذ الثامن من أكتوبر 2023 أكثر من 200 صاروخ انهالوا على الشمال الإسرائيلي على مناطق مفتوحة وأخرى غير مفتوحة حتى في وصولا إلى دواحي مدينة عكا حيث سقط أحد الصواريخ في باحة إحدى المحال التجارية الكبرى في هذه المنطقة طبعا لم يصب أحد فيها هناك إصابة واحدة قتيل واحد لجهة الجولان السوري المحتل لكن عمليا كان هناك إغراق للشمال الإسرائيلي للمساحات الخضراء وهذه المساحات الخضراء في ظل الحر الشديد المسيطر على أجواء لبنان وإسرائيل وأيضا سوريا أدى إلى إحراق مساحات واسعة من المساحات الخضراء من الأحراج من المساحات التي المزروعة بما أدى إلى إشعال حرائق قيلة بأن أكثر من 12 حريقا اشتعلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية طبعا الضربة الإسرائيلية هي ضربة مؤلمة هي عملية اغتيال وقد وصل عدد الذين سقطوا من القوات التابعة من الجهاز العسكري أو القوات التابعة لحزب الله إلى أكثر من 355 عنصرا عسكريا من مختلف الرتب هناك مقاتلون عاديون هناك مقاتلون في اللوجستية وهناك خبراء في سلاح الأسلحة الإلكترونية التي تحتاج إلى عمل في الأجهزاء الإلكترونية وتوجيه المسيرات إضافة إلى قادة عسكريين من مختلف الرتب وصولا إلى أعلى القادة العسكريين في قوات النخبة قوات عزيز في المرحلة الأخيرة لكن قبلها كان هناك قوات النصر وقبلها كان هناك استهداف لأحد أركان قوات النخبة قوات الرضوان هذه الضربة وثم الرد على هذه الضربة الذي أغرق إسرائيل بالعشرات لبل بالمئات من الصواريخ وأكثر من 25 مسيرة انقضاضية انقضت على نقاط عسكرية وأخرى غير عسكرية في الشمال الإسرائيلي جاءت في ظل حديث متنامن عن عودة المفاوضات خلف السطارة في الكواليس ما بين الأمريكيين الإسرائيليين وحظب الله من عبر بعض الوسطاء لسيما الحكومة اللبنانية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي تبلغ من أموس هوكستين المفاوض الرئاسي الأمريكي أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية من أن الأمور تتقدم نحو تهدئة في الوضع لسيما أن هناك بدايات وعلامات تهدئة تبدو مثلة في الجبهة الجنوبية ونعني بذلك جبهة قطاع غزة حيث أن هناك مفاوضات جارية وتقدما يبدو أنه حصل تقدم طفيف لكنه ملموس بين الإسرائيليين وحركة حماس لسيما على صعيد صفقة الهدنة حيث يقال بأن حركة حماس قد تنازلت عن شرطها الملزم للاتفاق وهو الشرط المسبق بأن يتم إيقاف العمليات إيقاف الحرب نهائيا في بداية المرحلة الأولى من عملية تبادل الرهائن والأسرة لكن جرت تنازل عن هذا الشرط المسبق لأن الإسرائيليين لا يريدون إعلان وقف الحرب إنما قدموا تنازلا من جهاتهم وهو الإعلان عن أن العمليات الكبرى قد شارفت على النهاية خلال الأيام القليلة المقبلة وربما بوقت متناسق أو منسجب مع بداية الاتفاق على الهدنة سوف ينتقل من المرحلة الثانية مرحلة العمليات الكبرى الثانية إلى مرحلة الثالثة وهي المرحلة العمليات الانتقائية القتل المستعدة في الاغتيالات التوغلات المحدودة في كل المناطق وطبعا مع إصرارهم على الاحتفاظ بمحور نتساريم هو الذي يفصل الشمال الإسرائيلي عن شمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة وأيضا إصرارهم على استمرار السيطرة على محور فيلادلفي الذي يفصل مصر يعني سيناء المصرية برفح الفلسطينية وطبعا بقطاع غزة وهذا بناء على معلومات يقول الإسرائيليون أنهم يمتلكونها بأن هناك العشرات من الأنفاق التي تعبر الحدود من تحت الأرض يعني من غزة إلى سيناء يعني ذهابا وإيابا وهي جزء من القدرات التموينية ليس فقط القدرات التموينية الإنسانية والاقتصادية إنما القدرات التموينية المرتبطة بالسلاح والزخائر هناك طبعا تقدم هناك موافقة إسرائيلية مبدئية وإشارات مبدئية من جهة الإسرائيليين إيجابية تجاه الموقف الذي سلمته حركة حماس للمفادين والوسطاء في الدوحة في العاصمة القطرية هناك أيضا في هذه المرحلة هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة انتقالية ما بين مرحلة من الحرب ومرحلة أخرى من الحرب في الجنوب يعني ونعني بذلك قطاع غزة هناك أيضا تحضيرات كبيرة ومهمة جدا يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي يتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الرابع والعشرين من هذا الشهر لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي كان هناك حديث بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لكن عادت المعلومات وأشارت بأن الرئيس الأمريكي سوف يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ويقابله في البيت الأبيض وذلك للتشاور في المراحل المقبلة لأن الأمريكيين مصرين على إيقاف الحرب وبما أن هناك خفطا تدريجيا للتوتر والتصعيد في قطاع غزة هناك نوع من الخفض على صعيد الجبل اللبنانية علما بأن الجبل اللبنانية قد لا تتوقف إذا ما توقفت الجبهة في غزة لأن هناك اعتبارات أخرى تتعلق بأمن الشمال الإسرائيلي تتعلق بالمرحلة المقبلة وبإصرار الإسرائيليين على أن يكون لديهم اتفاق دائم واتفاق طويل الأمد من أجل تأمين الشمال الإسرائيلي ويكون اتفاقا ليس اتفاقا إسرائيليا مع حزب الله إنما اتفاق إسرائيلي مع حزب الله بضمنات دولية بضمنات أممية من أجل أن تبدأ مرحلة هدنة طويلة الأمد مضمونة إقليميا ومضمونة دوليا في هذه الأثناء هناك تهديدات تأتي من الفصائل المرتبطة بإيران وكلام إيراني كبير خصوصا مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بأن موعد الهجوم على حزب الله في لبنان قد اقترب وبالتالي أصبحت هناك خطر قبير من نشوب حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله فوق الأراضي اللبنانية وهناك تهديدات من المستوى السياسي والمستوى العسكري في إيران يهددون إسرائيل بأن هذه المعركة لن تبقى معركة محدودة بين حزب الله وبين إسرائيل إنما ستدخل فيها المنطقة بأسرها وسوف تقوم إيران بتوجيه مختلف الفصائل المرتبطة بها في المنطقة من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى مناطق أخرى من أجل الانخراط مباشرة في هذا النزاع وهناك كان كلام كبير من نوع أنه إذا ما تعرض حزب الله لمحاولة هزيمة إذا ما حاولت الإسرائيليون هزيمة الحق الهزيمة بحزب الله فإن إيران سوف تتدخل مباشرة لكن هذا الأمر هو أمر خطير للغاية ولسيما بأن إسرائيل قد بدأت تبرز أنيابها النووية إذا صح التعبير أولا هناك من بعض السياسيين الإسرائيليين أو الوزراء السابقين الإسرائيليين يتحدثون بأنه لابد من توجيه ضربة ضربة يوم القيامة وبهذا المعنى هو ضربة نووية لإيران وهناك إجراءات اتخذ الجيش الإسرائيلي منها إطلاق صاروخ باليستي من صنف أريحة ثلاثة الذي انطلق من الأراضي الإسرائيلية وسقط قبالة الشواطئ جزيرة مالطا على مسافة 1900 كم من نقطة الانطلاق بما يعادل المسافة ما بين إسرائيل والداخل الإيراني والنقاط الأساسية حيث هناك مفاعلات نووية مفاعل نتانس مفاعل بوشهر وأيضا هناك أيضا أهداف استراتيجية عسكرية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني الذي أراد الإسرائيليون أن يقولوا بأنهم قادرون على الوصول إليه أكثر من ذلك هذه الصواريخ الباليستية هذا الصاروخ الباليستي الذي يبلغ مداهو حوالي الألفي كيلوماتر وقد أصاب هدفه داخل البحر الأبيض المتوسط على مسافة 1900 كيلومات هذا الصاروخ الباليستي أيضا ليس وحده الصاروخ الذي يحمل رؤوسها النووية أكثر من رأس نووي إنما جرى توجيه عدة غواصات غواصات استراتيجية بالنسبة لإسرائيل طبعا وهي الغواصات من طراز دولفن وهي ألمانية الصنع التي صممتها المعامل أو المصانع الألمانية خصيصا لإسرائيل وهي قادرة على حمل العديد من الصواريخ الباليستية وسواريخ الكروز ميسايل التي يمكن تحميلها برؤوس نووية وهناك أكثر يقال أن هناك أكثر من غواصة موجودة في محيط إيران في البحار المفتوحة في بحر العرب في المحيط الهندي وقرب الشواطئ الإيرانية وهي قادرة على توجيه ضربات في قلب العمق الإيراني وبالتالي هناك توازن في موازين القوى وتوازن رعب ما بين الإيرانيين والإسرائيليين ماذا يريد الإسرائيليون أن يقولوا للإيراني؟ يريدوا أن يقولوا بأنه الحرب بما أن الحرب مع حزب الله لن تقتصر على حرب داخل لبنان وحزب الله سوف يحاول أن يضرب المراكز الحيوية الأساسية اقتصادية بشرية عسكرية داخل إسرائيل إنما الرد الإسرائيلي هذه المرة سوف يتجاوز حزب الله سوف يتجاوز الفصائل المنتشرة في سوريا سوف يتجاوز الحسيين سوف يتجاوز الفصائل العراقية التي سوف تحاول أن تطلق مسيرات إضافة إلى صواريخ باليستية وأيضا صواريخ كروز ميسايلز طبعا وهي مصنوعة وهي من الصناعة الإيرانية هذه المرة يعتبر الإسرائيليون مستوى العسكري الإسرائيلي بأنه إذا ما التفت يعني حاولوا تطويقهم من سوريا والعراق واليمن إضافة إلى لبنان سوف يستهدف الرأس ورأس ما يسمى بالأخطبوط حسب التعبير الإسرائيلي رأس الأخطبوط موجود في طهران موجود في ناتانز موجود في أصفهان موجود في قم موجود في العديد من المدن والمواقع والأهداف الموجودة داخل إيران بهذا المعنى يمكن أن تتطور الأمور وندخل في حرب كبيرة حرب إقليمية كبيرة وهذه الحرب الإقليمية الكبيرة يمكن أن يتم استدراج الولايات المتحدة إلىها والولايات المتحدة ولسيما هذه الإدارة لا تريد أن تستدراج إلى حرب واسعة لذلك هناك ضغط أمريكي شديد تمارسه الإدارة الأمريكية الحالية على الإسرائيليين وحتى على حزب الله بأن الموضوع لا يحتمل المزاح وبأن الموضوع خطير لبل خطير للغاية كل ذلك يأتي في ظل أزمة كبيرة أزمة داخل الولايات المتحدة حيث هناك تراجع في حظوظ الرئيس جو بايدن بالنسبة للانتخابات الرئاسية هناك العثرات وهناك بعض السقطات التي حدثت له في المرحلة الأخيرة لسيما في المناظرة الأخيرة مع المرشح الآخر الرئيس السابق دونالد ترامب وهذه أثرت على اندفاعته واندفاعة حملته الانتخابية ولذلك يبدو الرئيس أكثر ضعفا من أي وقت مضى وفي حين أن بنيمين نتنياهو يراهن على هذا الضعف من أجل أن يحاول تقديم أجندته ومن أجل أن يحاول حماية نفسه من تدخلات الإدارة الأمريكية التي تحاول إسقاطه وقد كان هناك كلام كثير من أن خروج الثنائي بني جانتس وغادي عايزنكوت من مجلس الحرب خروجهما قبل ثلاثة أسابيع كان بالتنسيق مع الأمريكيين من أجل محاولة إسقاط الحكومة برئاسة بنيمين نتنياهو ومع ذلك لم تسقط الحكومة وهي مستمرة والحرب مستمرة والخطر مستمر لا سيما على لبنان وخصوصا بأن حزب الله يرفض التعامل مع أي مقترحات بجدية وبطريقة منهجية إلا بعد أن تتوقف الحرب والإشكالية الكبرى هنا الإشكالية الكبرى هي أنه حتى لو تراجعت حدة الحرب لو تراجعت حدة العنف لو انتقل الإسرائيليون إلى المرحلة الثالثة وإلى هدنة ثم المرحلة الثالثة من الحرب في غزة هذا لا يعني أن الحرب انتهت وبالتالي بالنسبة لحزب الله هذا لا يعني أن الحرب انتهت بمعنى آخر أن حرب المساندة والمشاغلة والدعم لغزة سوف تستمر إلى أن تتوقف الحرب نهائيا وبشكل معلل ومن هنا خطورة الوضع لا سيما أننا أصبحنا على مقربة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مرحلة شديدة التقلب شديدة الخطورة في مرحلة من الخطر الشديد على لبنان على أيضا المنطقة وطبعا الإسرائيليون يحسبون ألف حساب طبعا لأي موجة مع حزب الله لكنهم في لحظة من اللحظات قد يقرروا أن يجازفوا بمحاولة تقليص قدرات حزب الله لأنهم يقولون ما يلي يقولون إذا كان وضع التوازنات العسكرية والأمنية على الحدود وخارج الحدود هي كما هي اليوم في العام 2024 ماذا سيحصل في العام 2030 2035 أين يكون الأمن الإسرائيلي وقدرة الردع الإسرائيلي عندها وبالتالي هناك أصوات تنادي بأنه لابد من الذهاب إلى حرب من أجل تغيير القواعد من أجل تغيير الواقع من أجل تقليص قدرات حزب الله وفرض حل واتفاق على حزب الله وعلى لبنان يقضي بأن تكون هناك أرض منزوعة السلاح على مسافة 30 إلى 35 ربع معا إلى 40 كيلو مترا خلف الحدود في العمق اللبناني